موقع الهيئة الوطنية للصحافة عرض تقرير قال فيه ان طبق السوشي الياباني الشهير الانتشر في العالم كله بيهدد حياة التونة بالانقراط ده ازاي؟ تحديدا نوع واحد من التونة وهي التونة الزرقاء اسماك التونة معروف ان لها اشكال وانواع مختلفة وهي غالية جدا منها الاسكيب جاك وبيتم تقدمها كلحم خفيف في الصلاطات يالو ييفن دي تونة زاد الزعانف الصفراء البيج اي ده برضو كل دي حم نتكلم فيها هي انواع موجودة منها لانها لها انواع كتير جدا جدا دول بيتم تقدمهم مشويين بس البكور هي اسماك صغيرة في الحجم بتستخدم يعني كلحم تونة ابيض اخيرا بقى ودي بطل الكلامنا النهاردة هي التونة الزرقاء يعني اللي تتسم بضخانتها وطيب اللحم بتاعها ده بيجعل منها الخيار المفضل لتحضير طبق السوشي وكمان الساشيمي الاكتر اقبالا عليهم طبعا في العالم التقرير اللي بنكلم عنه النهاردة قال بان ارتفاع الطلب على الطبقين دول منذ سبعينيات القرن الماضي ادى للاقبال او الاقبال ده ادى على صيد التونة الزرقاء او البلوفين اللي بتتسم بالطعم المميز ده تسبب طبعا الصيد الجائر اللي هو غير منظم للعداد يعني الاسف الشريد ده تونة مش منتشرة بالشكل اللي يسمح ان احنا نصدها بالشكل ده تراجعت اعدادها بشكل كبير ده طبعا بيهدد اختفاءها تماما خلال السنوات المقبلة وتحديدا الزرقاء ذات الزعاني في الزرقاء زي ما قلنا دكتورة رجاء عبدالله وكيل كلية تكنولوجيا المصايد والاسماك في جامعة اسوام قالت ان السمكة بيميزها وجود زعاني في الزرقاء على جسمها اضافة الى وزنها الضخم اللي لا يقل عن 300 كيلو جرام وزن اكبر سمكة تم استياضها من النوع ده كان سنة 1979 خرب ساحل نوفا سكوتيا بكندا كان 679 كيلو جرام التونة الزرقاء بتعيش بشكل دائم في مياه المحيط الاطلنطي المعتادلة في الاكوادور يعني الى النروي وكمان من غرب البحر المتوسط الى المكسيك الكلام برضو اللي بيكمله الدكتورة رجاء بيقول انه بيتراوح الطول من مترين لاربع متر وبتبيض اناث التونة حوالي 10 مليون بيضة في العام الواحد وبتعيش لحد 30 سنة البلوفين هي بتباع باسعار مرتفعة جدا خاصة في اليابان وبتؤكد الدكتورة رجاء ان يعني السمكة اللي تكلمنا عنها دي بيعت في 2001 اللي هي قلنا وزنها 200 كيلو جرام في واحد من ضمن الاسواق في اليابان بمبلغ 173 الف دولار وده كان سنة 2011 وبيورينا ليه فعلا هي غالية لان فعلا انها عليها الاخبال الشديد زي ما بنقول واحدة تانية في 2011 اتباعت برضو في اليابان كان وزنها 342 كيلو جرام بربعمية الف دولار ده طبعا اكتزب اساطيل الصيد كلها ان يقول لك والله دي اللي بتكسب ودي اللي بتبيع فنروح ونصطدها بحيث ان هم كمان يتفننوا ان هم يلاقوا طرق جديدة علشان يعثروا على الاسماك العملاقة واستياضها لانها مش بتكون اولا مش موجودة كتير ثانيا استياضها مش سهلة لان دايما حتى في افلام بنشوفها بعض الافلام او القناة الوثائقية يقول لك سمكة اتونا العنيدة لانها قوية جدا خلال عملية الصيد وبيكون بها طبعا الصيد اللي بنكلم عنه النهاردة ده صيد جائر يعني غير قانوني ده عشان يكون فيه ثراء منظمة او اللجنة الدولية للحفاظ على اسماك اتونا الزرقاء او الزرقاء الايكات هي منظمة حكومية دولية لمصايد الاسماك تأسست سنة 1966 وطبعا هي بتضع التدابير التنظيمية للدول الاعضاء لصيد اتونا وبتقوم بعملية دراسة للمخزونات السماكية للانواع اللي بنكلم عنها وبتوزع حصص معينة على اعضاءها من الدول هو الدول المشتركة فيها 53 دولة من خلال طبعا الاجتماع السنوي اللي بيعقد بتقوم بعملية توزيع الحصص هو بيعقد في نوفمبر من كل عام بحيث ان يكون فيه حصة لكل دولة علشان نحافظ على هذا النوع من التونة بشكل عام والنوع تحديدا اللي بيكون معرض للانقراض انجاز التعبير الدكتور صلاح مصالحي رئيس مجلس ادارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والسروة السماكية قال ان مصر انضمت سنة 2007 للمنظمة اللي بنكلم عنها النهاردة اللي هي الايكات اللي كانت بتتخذ قرار بتجميد الحصص عند حد معين وعدم منح اي حصص او زيادة للدول الاعضاء لحد ما يتم استعادة المخزون من اسماك التونة الزرقاء بحيث ان يكون فيه دايما حفاظ على حد معين اللي هو الحد الادنى من الحصة الموجودة من الكمية الموجودة علشان نحافظ عليها زي ما بيقولوا كده ان مع المواسم يبدأ تاني احنا كنا لسه بنتكلم في عدد البيض اللي بتبيضه انثى التونة الزرقاء فنحافظ على وجودها باستمرار وتبقى موجودة في وضعها الطبيعي بحيث ان ما يكونش فيه تعرض للتهديد بالانقراض زي ما قلنا قبل ما يتم التجميد في 2009 مصر بعد كده اقرت حصة من التونة الزرقاء حجمها 50 طن رفعتها ل330 طن سنة 2020 بعد كده 513 طن سنويا خلال العام الجاري 2024 لان مصر ملتزمة بتقديم التقارير المطلوبة في مواعدها وامتسالها لقرارات المنظمة الملزمة بمسألة الحصة والتزام كل دولة من الدول المشاركة والملتزمة بالحصة بتاعتها علشان نحافظ على اسماك التونة وناخد بالنا جدا في مسألة انواع التونة لان التونة علشان تكون زي ما بقولوا تونة صحية مضمونة الاسعار بتاعتها بتكون مش يعني رخيصة للاسف الشليد بعض الاسواق بنشوف فيها تونة بتكون رخيصة فده ناخد بالنا منه مهم جدا 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 ونحاول نطلع على تصنيع التونة ونشوف الطريقة السليمة في تصنيع التونة علشان نقدر نضمن ان احنا بنتناول تونة جميلة لذيذة ولكن في نفس الوقت صحية ألف أنا وشيفة لكل يعني محبي التونة وعاوزين بقى ان احنا نحافظ على التونة ده كلام بقى بالنسبة للدول والصيد الجائري حافظوا على التونة خاصة التونة اللي احنا بنكلم عنها والارقام الضخمة والوزن الهائل اللي تابعناه في التقرير اللي قلناه لحضركوا